مرحبا 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 ألا هلا خلصت البلانكت ضل طلعوا محلاها كتير حلوة اسمها وافل وافل بلانكت لأنها شكلها زي الوافل تمام؟ هلا أنا بدي أعمله حواف إطار تمام؟ الإطار أنا كتير فكرت بالآخر طلع معي أعمل إطار بهذا الشكل هلا بفرجيكم كيف جبت هذا اللون white مع ال yellow اللي معي ممكن أنتو طبعا الوان ترجعلكم زي ما بدكم تساووا وتشكلوا بس هلا بدي أفرجيكم أنا كيف رح أعمل ال الإطار لاحظوا أنا هون فكت معي هلا خليني أذكر أسكرها هاي عمود تمام؟ سوري هيك بعمل عمود وبنتهي معي موضوع البلانكت تمام؟ هلا كالعادة برتفع لا بدون ما رح أرتفع من هاد ال yellow رح أرتفع بال white تمام؟ هلا عندي طريقتين إما ببلش أسحب الخيط بهذا الشكل للسلسلتين أو إني أربطهم أنا بحب أربطه علشان يظل ثابت تمام؟ هلا أخلي هذا هون بهذا الشكل بربطه بطلنا نشوف ال white من ال yellow وهي ال white طبعا رح أخلي السنارة عشان ما تسحب خيط كتير بربطه للآخر عشان خلص يبلش معي white هكت تمام؟ هكت تمام؟ أوكي خلص هذا الأصفر أنا ما بديه رح أقصه بس معنى أنا حطت الماص سواني أجيب الماص وأرجع لكم هين خليني أقص لها؟ طبعا الماص دايما ما أخدته بنتي خليني بصوا هيد الشكل خلص هذا خلصنا منه تمام هلأ أنا شا رح أعمل؟ هلأ هاد بالنسبة لهذا الخيط الزايد كله رح يروح في الشغل تبعنا تمام؟ خليل لورا تمام؟ طبعا رح أعمل سلسلتين ارتفاع هاي سلسلتين ارتفاع هلأ شغل رح يكون كلاتي شايفين الضلع هاد أنا رح يكون بس شغلي عليه الضلع هاد الضلع هاد الضلع هاد فقط هدول اللي بالنص أنا ما إلي فيهم بهذا الشكل بسحب بسحب بعمل عمود تمام؟ طلعوا كيف سحبتها ماشي ثري لوبس بعمل ما بطلعها من التو لوبس بس من لوب واحدة اتفقنا بضلع عندي ثري لوبس برجع بسحب خيض من تو لوبس كمان بسحب خيض بطلعوا من تو لوبس خطوة اللي بعدها ثلاث سلاسل واحد اتفقنا بعمل غرزة حشو بهذا الشكل شايفين هاد الضلع هاي الارتفاع لانا مش الارتفاع العمود اللي انا عملته بفوت من تحته بسحب هاي غرزة حشو بسحب اتفقنا كمان مر هاي عندي نفس المكان طبعا احنا بنحكي نفس الغرزة اللي فت فيها هلأ بسحب خيط بفوت ع نفس فتحة الغرزة بسحب الخيط صار عندي ثري لوبس واحد اتنين ثلاثة بسحب طلعوا من وان لوب بضل عندي ثلاثة هلأ بسحب من بضل عندي ثنين كمان بضل عندي ثنين بعمل واحد اتنين ثلاث سلاسل اتفقنا هذا اخر واحد عملته بعمل في غرزة حشو بهذا الشكل من هون ها طلعوا بهذا الشكل طبعا هونك بداية رح اعمل تنتين تمام؟ بعدين شايف هذا الضلع هلا هذا ما الي شغل فيه عملناه على هذا الضلع هاي الغرزة وهاي الغرزة ما الي فيهم في الضلع بعمل فيه غرزة حشو بهذا الشكل اتفقناه هلا هاي الشغل رح اكرره بس بشكل تاني خليني نفرجوكو كيف هي مش صعبة بس اول تنتين ثلاثة بعدين بتاخد ايدكم تركنا هاي الغرزة تركنا هاي الغرزة شايفين الضلع هون رح نشتغل بسحب خيط هلا هون بعمل هاي الحركة ايه اربعة او خمس مرات حسب انتو شو حابين بسحب خيط بفوت ها هاي الضلع تمام؟ بفوت من الغرزة الضلع بسحب خيط صار عندي ثري لوب صح؟ بسحب كمان خيط بطلع من لوب واحدة برجع بسحب خيط بطلع من برجع بسحب خيط بطلع كمان مرة من هاي جهزت بعمل واحد اتنين ثلاث سلاسل اتفقنا بعدين غرزة حشو من الضلع اللي انا عملته بعمل بها شايفين؟ ها بهذا الشكل بسحب خيط برجع بسحب خيط ها هي غرزة الحشو تمام؟ عملنا واحدة في نفس الغرزة ما بتحرك بنفسها بسحب خيط عمود بهذا الشكل هاي سحبنا صار ثري لوب سحبنا برضو ضل سوري ثري لوبس بسحب 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 بهذا الشكل طيب بعمل واحد اتنين ثلاث سلاسل بعديها غرزة في اخر واحدة انا عملتها غرزة حشو تمام؟ بضلني ع نفس الغرزة ما بغير بعمل فيها اربع مرات او خمس مرات بسحب خيط بفوت ع نفس برجع بعيد بسحب خيط ع نفس الغرزة برجع بسحب خيط ثري لوبس بسحب خيط بسحب خيط ثلاث سلاسل بعمل عمودي بعدين ثلاث سلاسل بعدين غرزة حشو كم ورسلنا عاملين في نفس الفتحة وان تو سري تمام؟ برجع بعيد الخطوة بنفس الغرزة بسحب خيط نفس الغرزة بسحب خيط بهذا الشكل سري غربطنا كمان هو رح ي برجع بهذا الشكل من لوب وحدة من لوبين كمان من لوبين تمام؟ عملناها ما ننسى نعمل ثلاث سلاسل وان تو ثري غرزة حشوفي اخر عمود انا عملته هيا هيا الاطار تمام؟ هلا بدي انا ما بدي اياه انا بشخصية ما بدي اياه يكون مشدود هيك بدي اعمل كمان واحدة زيها في نفس الغرزة عملت اربعة تمام؟ بدي اعمل كمان هي واحد اتنين ثلاثة اربعة بدي اعمل كمان واحدة في نفس الغرزة بهذا الشكل سلاسل ما ننساها الحشو ما ننسى حلو؟ خلصت لا 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 هذا هو الاطار راح نضلي ماشي زي هيك طول البلانكت حكينا خلصنا من هاي الغرزة حكينا هلا واحد اتنين ما الي فيها الضلع تمام؟ بعمل فيها غرزة حشو بهذا الشكل تمام؟ بكمل بدور على الضلع وين الضلع؟ بالوافل تباتي ايه بسحب خيط عمود عمود هذا الشكل سلاسل حشو ما تخربطه عمود عمود سلاسل حشو اربع مرات خمس مرات في نفس الغرزة 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 اللي بعدها اللي عم اتضلع اللي بعده بعمل فيه غرزة حشو تمام؟ هاي كمان واحدة في نفس المكان بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل واحدة 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 ثلاثة حشو ليش منعمل ثلاث سلاسل حشو؟ عشان يعملي هاي الحركة شايفينها عشان يعملي هاي اللي شو بسموه اللي هيك مدببة زي الوردة عرفتو؟ تمام؟ عملنا تنتين خليكم معاي سهل كتير بس بدها اخذت ايد كل شي بس تاخد ايدك عليه بيكون سهل شو ما كان؟ الموضوع هاي اتنين عملنا هاي ثالث واحدة وهي رابع واحدة هاي اخر واحدة في نفس الغرزة ما بصيرش انا اعمل اه اربع غرز بعد خمس ورز يعني اغير في العدد خليهم نفسهم عشان ما عشان يطلع الشكل حلو بهاد الشكل اتفقنا مش صعب ركز جدايما اخر لاين يكون مش مربع كامل عشان تطلع حلوة بعد ما خلصنا الخمس عواميد الضلع اللي بعده بعمل غرزة حشو عشان تثبت الرسمي معي ما تقولولي حلو بترك كل شي بدور على الضلع بسحب خيط فوت بعمل عمود بهذا الشكل تمام سلاسل اه لا حشو حكينا اتفقنا لا تخربط لانك تضطر تفكي كل شغلك نفس الغرزة لساتنا سلاسل حشو عمود بش عمود عادي عمود بهذا الشكل سلاسل حشو وانجز كبير عمود والله شغل الكروشي كتير حلو ممتع بفرغ طاقاتك بعد يوم هيك طويل بتتسلي وانت بتعملي بيضا كل الضغوطات بتعدي هيك في الزاوية لحالك مع فنجان قهوة وابدعي كبير خطوات نخليها ثابتة ما ما ننسى خطوة عشان عن جد اه اذا اكتشفت بعدين خطوة يا الله بدك تضطرت فيك كل شغلك بهذا الشكل دين حشو طبعا فرجتكم كيف بهذا الشكل تمام رح اكمل لاخر اللاين وبرجعلكم في الزاوية انا رح اعمل عواميد اكتر عشان يتلف معي هلا انا عملت كل الاطار بهذا الشكل تمام ووصلت للاخر بكل بساطة هين وصلت للاخر في عندي ضلع عملت خمسة هون في عندي ضلع حكينا الضلع اللي بعد ايه بعمل فيه غرزة حشو بهذا الشكل هلا بالطرف هاد بعمل كمان خمسة ممكن تزيد الطرف في طرف عمود اذا حبيتي يكون حجمه اكبر هذا برجعلك فاحنا بكل بساطة منزيد منحط هون خمسة وستة طبعا الكروشي ما في قانون انتي وزوئك واحتياجك ورغبتك تمشي هاي واحد اتنين شفتو انا نسيت خطوة هون فبطر افرط نعم نسيت السلاسل هاي واحد اتنين ثلاث سلاسل مالش انا خربطت شكلي دقيقة هلا هون احنا عملنا غرزة حشو تمام هون بدا نعمل خمسة عمود عواميت او ستة هاي واحد مالا مش ضد ضمنيو هاي سلاسل حشو تخيلي انك تخربطه بضلك ماشية وتكتشفي بالاخر انك بخربطه اياما صارت معي وكتير بتدايق بصراحة فننتبه من اولها تمام نعمودين وثلاثة نعمودين بهذا الشكل حل مش صعبة يعني سهل كتير ما بده شي عن نفس الغرزة بظلني ماشية للاخر كم واحدة عملت واحدة ثلاثة اربا بعمل كمان واحدة سلاسل حشو ها شوفوا كيف لفت هيك هي لفت بعدها هلا افدي افرجيكم هون كيف بدكم كونه ما في غرز واضحة كيف رح تشتغلو ها شوفوا ؟ هلا هون بهذا الضلع نفس الشي مش انحنا دايما منمشي على الضلع تمام ها أنحنا كنا بنمشي عالضلع من هون هون برضو نفس الشي هاي الضلع تمام بنلاقي فتح قريبة منها او غرزة كريبة منها تلاقي شي واضح واضح بس ما في مشكلة بهذا الشكل. هلأ بدي اعمل غرزة عشو طلي بهذا الشكل. هلأ الغرزة اللي لقينها هيا مش هالفتحة الكبيرة بهذا الشكل. شايفينها? هاي غرزة حشو. تمام? بهذا الشكل الزاوية. وين الضلع اللي بعد يحيو. شايفين? في فتحة بتكون هاي بها هاي الغو الضلع. هون الفتحة. بعمل فيها خمسة عمود. يا الله شو بريح شغل الصوف. حلو? ممتع? بتحسي حالك عملتي اشياء حلوة وانجزتي. بشكل لطيف. زيني بيتك. لبسك. بهذا الشكل. لا تقولولي صعب. كتير حلو. كتير ممتع. كتير سهل. بدايتها. حكينا بدايت اي اشي صعبي. لازم ايدك تاخد. نزبوط. ثلاثة. أربع. خمسة. بهذا الشكل. فيش يشو يتغير. نفس الغرسة وبمشي فيها بس. بس لانه هذا الجانب. مش وابحة غورة. مش فيها غرز واضحة واضحة. نفس الشي. بروح اضلع لي بعده. هاي الضلع لي بعده. تمام? تطلعوا الفتحة. هاي. هاي الضلع. هون الفتحة. بعمل فيها غرزة حشو. بهذا الشكل. بضلني ماشي لا اوصل لاخر شي. تمام? هلا بمشي وفرجيكم النتيجة النهائية. نراكم. هلا انا هيك خلصت كامل اطار البلانكيت. بضل عندي اخر ضلع. شو بعمل فيه. حكينا هاي خمس عواميض. بعدين بعمل غرزة حشو صح. تمام? اوكي. هلا تتذكروا لما عملنا هاي بس تنين. هون عشان نسكر بالاخر بطريقة حلوة. باخر غرزة هون. اللي هي هون اللي اصلا طالع منهم هدول العواميض. باخد عمود. لا اكون خمس عواميض. تمام? نفس الطريقة. ما بغير شي. بهذا الشكل تمام? ذكر انه هون في عمودين. هاي واحد. هاي. نين. بهذا الشكل تمام? هاي عملنا تنين. او ريدي هون في تنين. اخر وحدة. بعمل فيها عمود. بهذا الشكل عادي. نفس الغرزة تقولي. ايوة اخر وحدة. تمام? بهذا الشكل. بغلقها. اتفقنا? بسكرها بغرزة من زلقة. هاي هاي عنا بتطلع الزاوية. تمام? كيب ازكرها بغرزة من زلقة. بدي ارجع اعيد لكم. خلصت. كان عندي عمودين هون. عملت ثلاثة في نفس المكان. ببساطة. باخر واحدة بمسك الخيط وبظلني ساحبة لاخر السطر. بهذا الشكل. خلصت البلاك انتباتنا. طبعا بقص الخيط وبربطوه وبخفي الزوائد بالابرة. تمام? بهذا الشكل. انا رجعت ضيعت للميقص. دقيقة هلا بتجيبه. هاي تمام? خلص هيك. انا بقطع الخيط. وانا خلصت. تمام? بسحب الخيط للاخر. خلص بسكره. انا بحب اربطه عشان يضل ثابت افضل. بهذا الشكل. بهذا الشكل. هذا الخيط الزائد بدخله جوا. هذا الخيط الزائد بدخله جوا الغرز زي ما اتعلمنا. ويعطيكم العافي. thank you for watching.